دي اناي مساء الخير وجه الرئيس ميشيل عون رسالة مهمة للشباب اللبناني ونشرتها صحيفة النهار اشتركوا في القناة دي اناي مساء الخير وجه الرئيس ميشيل عون رسالة مهمة للشباب اللبناني ونشرتها صحيفة النهار اللبنانية الحقيقة لغة مؤسرة أبوية فيها نصح وإرشاد وتوجيه وحرص على الشباب اللبناني لازم الكل يقروا ما يضيعوا بيقول الاختلاف هو أكثر من حق هو عصب الحياة وعصب التطور لأنه فرادة الإنسان لو لا لما تقدمت الإنسانية ولا ما عرفنا أي إبداع إن الاختلاف إذن نعمة وليس نقمة هيدا شيء الحقيقة مارسوا الرئيس عون قبل الرئاسة يعني عصب التجربة العونية هو الدفاع عن حق الاختلاف ومع أهمية الاختلاف والتنوع تجي أهمية الحوار أكيد والحيوانات مختلفة فصائل متعددة يعني التجربة الحيوانية مش إنه مش كل حيوانات مثل بعضها والإنسان بالأساس حيوان ناطق بالتعريف الاجتماعي فلما تقول أنت يعني في يكون حيوان بيمشي عقيدتان عقجرتان عاربعة بطير بيسبح تنوع من بعد ما نعترف إنه الآخر حيوان في شيء تاني كمان مهم بدك تنتباه له أيها الشاب اللبناني بيقول لك الرئيس عون الإدارة الصحيحة لحق الاختلاف تعني أولا الاعتراف به أي الاعتراف بحق الآخر أن يكون موجودا ومختلفا لكن لكن يعني بدنا نعترف ببعض بوجود بعض من مارس الإلغاء من مارس النفي الإبعاد الإقصاء كل هذه الأشياء يعني ما لازم كتير مهم أيها الشاب اللبناني تتعلم من الرئيس عون على القليل بالقصة الحكومات برئاس حكم الحريري كانت هي لإفقار لبنان وليشل المؤسسات الوطنية لوضع اليد عليها هاي جي الخطة انتهت متل ما قطعناه لورقة للحريري وان وي تيكت ذهب ولن يعود هيدا هيدا مش إبعاد ونفي هيدا توفير وان وي تيكت ولما يقرر يرجع نستعمل المايلز تابعولو لشو نتفحق التيكت روحه وراجعو لا الاعتراف بالآخر كمان في حرص على الآخر نقطع له وان وي تيكت لأنه حريصين عمصرياته مش انه نبعزق مصاري يمين وشمال هادي أمور أساسية ايها الشاب اللبناني بيقلك الرئيس عون وبيقلك كمان بعد قبول حق الاختلاف تأتي حرية التعبير يعني بعد ما تقرر الآخر اي حيوان في حرية التعبير بعوي بنوي يزقر كل الأصوات المتعددة والمتنوعة بتنوع الحيوانات ويضيف الرئيس عون انه حرية التعبير مقدسة ولكن سقفة الحقيقة وحدود الأخلاق فلكل إنسان الحق في التعبير عن ذاته عن رأيه ومعتقداته ومن هون ايجا التنوع الاعلامي هيدا موضوع كتير مهم ما في حرية التعبير من دون وجود اعلام ويهب نعبر لك نكتب على الحيطان لازم نحترم هالشي ونحترم التنوع بالمؤسسات الاعلامية هيك بيقلكون الجنرال عون والاعلام شو ما قال ما راح يحط غبرة على بوتنا وشو هالأجلزة الاعلام صايرة سخيفة جدا أكذب واحدة صار جديدة للنهار وصلوا لدرجة من النزالة ما بقى فيه أوطى من هيك من حكيت الديار أو الخيار أو البنانورة مين ما بده يحكي ليك يعني هلأ مش كل الاعلام فيه اعلام ما لازم نحترمه لا ام تي في ولا النهار ولا الديار ولا المستقبل يعني او تي في منار هو دي ناح حبو بين لأن الاعلام كمان لازم يكون مسؤول والاعلام المسؤول هو اللي ما بيناقش الجنرال طلتني لنا عن ما ببب ما بيك ناقشو خي بعدين فيه نقطة مهمة عزيزي الشاب اللبناني الجنرال حكي عن الأخلاق السعي إلى إقناع الآخرين بالحجة بالمنطق ولكن إطلاق الشائعات والأكذيب أو اعتماد لغة الشتم وبزاعة الكلام لا يندرجان ضمن أي حرية لأنه ما اعتداء على حقوق الآخر وعلى كرامته وصمعته وصدقيته بدنا كتير 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 ننتبه أيها الشاب اللبناني بيقلك الرئيس عون عموضوع لغة الشتائم وبزاعة الكلام أبدا 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 ما بتصور أبدا ما منيحة الجنرال عنده على يوتيوب فيديوهات بتوضحها شي بتمرنك خلال دقائق معدودة تعرف قدي الشتائم مش منيحة يا شاكامين بعرفك ميح بالصدق لا أنت أبدا ما منيحة الجنرال عنده على يوتيوب فيديوهات بتوضحها شي بتمرنك خلال دقائق معدودة تعرف قدي الشتائم مش منيحة يا شاكامين بعرفك ميح بالصدق لا أنت ولا كل شي شايف حيلك فيه بتوصل لتاحت زناري اللي عنده ورقة يروع المحكمة واحدا مننا مشهور واحد خريين بحطينه على شاشة التلفزيون بيطلب مننا نكشفها حساباتنا وهيك عزيزي الشاب اللبناني وباختصار شديد الرئيس فض وقته دقائق مهمة لإرشاد الأجيال الصاعدة على معنى لبنان وقيم لبنان ومستقبل لبنان عزيزي الشاب اللبناني كون مثل الجنرال وخلونا نترحم من بعد على لبنان إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 دي اناي مساء الخير الاختلاف هو أكثر من حق هو عصب الحياة وعصب التطور لأنه فرادة الإنسان لو لا لما تقدمت الإنسانية ولا ما عرفنا أي إبداع إن الاختلاف إذن نعمة وليس نقمة هيدا الشيء الحقيقة مارسوا الرئيس عون قبل الرئاسة يعني عصب التجربة العونية هو الدفاع عن حق الاختلاف ومع أهمية الاختلاف والتنوع تجي أهمية الحوار أكيد والحيوانات مختلفة فصائل متعددة يعني التجربة الحيوانية مش إنه مش كل حيوانات مثل بعضها والإنسان بالأساس حيوان ناطق بالتعريف الاجتماعي فلما تقول أنت يعني فيه يكون حيوان بيمشي عقيدتان عقجرتان عأربعة بطير بيسبح تنوع من بعد ما نعترف إنه الآخر حيوان فيه شيء تاني كمان مهم بدك تنتبه له أيها الشاب اللبناني بيقول لك الرئيس عون الإدارة الصحيحة لحق الاختلاف تعني أولا الاعتراف به أي الاعتراف بحق الآخر أن يكون موجودا ومختلفا لكان لكان يعني بدنا نعترف ببعض بوجود بعض من مارس الإلغاء من مارس النفي الإبعاد الإقصاء كل هايدي إشياء يعني ما لازم كتير مهم أيها الشاب اللبناني تتعلم من الرئيس عون على القليل بالقصة الحكومات برئاس حكم الحريري كانت هي لإفقار لبنان وليشل المؤسسات الوطنية لوضع اليد عليها هايج الخطة انتهت متل ما قطعنا لورقة للحريري وانوهي تيكت ذهب ولن يعود هيدا هيدا مش إبعاد ونفي هيدا توفير وانووي تيكت ولما يقرر يرجع نستعمل المايل استبعوله لشو ندفع حق تيكت روحه وراجعه لا الاعتراف بالآخر كمان في حرص على الآخر نقطع له وانووي تيكت لأنه حرصين عمصرياته مش إنه نبعزق مصاري يمين وشمال هيدا أمور أساسية أيها الشاب اللبناني بيقلك الرئيس عون وبيقلك كمان بعد قبول حق الاختلاف تأتي حرية التعبير يعني بعد ما تقرر الآخر أي حيوان في حرية التعبير بعوي بنوي يزأر كل الأصوات المتعددة والمتنوعة بتنوع الحيوانات ويضيف الرئيس عون إنه حرية التعبير مقدسة ولكن سقفة الحقيقة وحدود الأخلاق فلكل إنسان الحق في التعبير عن ذاته عن رأيه ومعتقداته ومن هون إجا التنوع الإعلامي هيدا موضوع كتير مهم ما في حرية التعبير من دون وجود إعلام ويا بنعبر لك نكتب على الحيطان لازم نحترم هالشي ونحترم التنوع بالمؤسسات الإعلامية هيك بيقلكون الجنرال عون والإعلام شو ما قال ما رح يحط غبرة على بوطنا وشو هل أجل زيط الإعلام صايرة سخيفة جدا أكذب وحدة صاري جريدة النهار وصلوا لدرجة من النزال ما بقى فيه أوطى من هيك من حكة الديار أو الخيار أو البنانورة مين ما بده يحكي ليك يعني مش كل الإعلام فيه إعلام ما لازم نحترمه لا أم تيفي ولا النهار ولا الديار ولا المستقبل يعني أو تيفي منار هو دي ناح حبو بين لأن الإعلام كمان لازم يكون مسؤول والإعلام المسؤول هو اللي ما بيناقش الجنرال بلتني لنا عن ما باب ما فيك ناقشه بعدين فيه نقطة مهمة عزيزي الشاب اللبناني الجنرال حكي عن الأخلاق السعي إلى إقناع الآخرين بالحجة بالمنطق ولكن إطلاق الشائعات والأكاذيب أو اعتماد لغة الشتم وبزاعة الكلام لا يندرجان ضمن أي حرية لأنه ما اعتداء على حقوق الآخر وعلى كرامته وصمعته وصدقيته بدنا كتير 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 ننتبه أيها الشاب اللبناني بيقلك الرئيس عون عموضوع لغة الشتائم وبزاعة الكلام أبداً 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 ما بتصور أبداً ما منيحة الجنرال عنده على يوتيوب فيديوهات بتوضح هالشي بتمرنك خلال دقائق معدودة تعرف قديش شتائم مش منيحة وهاك عزيزي الشاب اللبناني وباختصار شديد الرئيس فضى وقته دقائق مهمة لإرشاد الأجيال الصاعدة على معنى لبنان وقيم لبنان ومستقبل لبنان عزيزي الشاب اللبناني كون مثل الجنرال وخلونا نترحم من بعد على البنان إلى اللقاء اشتركوا في القناة